الإخوة المتعلمون تحية طيبة وبعد سنتناول في هذه المحاضرة الدرس الثاني من الأسبوع الأول في موضوع المفاهيم الرئيسة في وصف الحركة في خط مستقيم ونبدأ هذه المفاهيم بالإطار الإسنادي وهو الخط المستقيم الأفقي أي محور X وله نقطة الأصل صفر أما التقسيمات إلى يمين الصفر فهي موجبة تبين المواقع الموجبة للجسم أما التقسيمات إلى يسار الصفر فهي سالبة وتدل على متجهات سالبة إلى اليسار ويعرف المفهوم الثاني بعد محور الإسناد بمتجه الإزاحة ويعرف متجه الإزاحة دلتا X يساوي X2 أي الموقع الثاني مطروحا منه الموقع الأول للجسم فإذا نظرنا إلى المحور الإسنادي لو وجدنا X1 وتساوي 2 وX2 تساوي 5 إذن دلتا X يساوي X2 minus X1 ويساوي 5 نائص 2 ويساوي زائد 3 والكمية زائد تدل على أن المتجه موجب أي من X1 إلى X2 باتجاه الكميات الموجبة ويدل عليه السهم كما ترون إلى اليمين إذن الإزاحة في هذا المثال تساوي X2 minus X1 الموقع الثاني مطروحا منه الموقع الأول ويساوي plus 3 أي أن اتجاهه اتجاه الإزاحة من X1 إلى X2 أي الاتجاه الموجب للموقع ولدينا مجموعة من الأمثلة لحساب الإزاحة دلتا X في المثال الأول تساوي X2 minus X1 وX2 يساوي 2 minus X1 يساوي 6 والجواب minus 4 أي أن المتجه سالب واتجاهه من X1 إلى X2 من 2 من X1 6 إلى X2 2 والاتجاه سالب إلى اليسار إذن يمثل يمثل بسهم إلى اليسار المثال الثاني دلتا X X2 minus X1 minus X1 X2 6 minus 2 ويساوي ويساوي plus 4 واتجاهه هذا السهم من X1 إلى X2 من 2 إلى 6 إلى اليمين في الاتجاه الموجب إذن هذا هو المتجه الثاني دلتا X في المثال الثالث X2 minus X1 وX2 يساوي 6 minus minus 2 minus 2 ويساوي plus 8 وهو متجه موجب من X1 إلى X2 إذن إلى اليمين وفي المثال الأخير فإن دلتا X تساوي أيضا X2 minus X1 وتساوي X2 تساوي minus 2 X1 minus 6 والنتيجة minus 8 أي متجه إذاحة من X1 إلى X2 في الاتجاه المضاد في الاتجاه السالب